بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض عدد قواته في أفغانستان حذرت حركة طالبان الخميس الولايات المتحدة من أنها إذا لم تنسحب كليا من هذا البلد فستلقى مصير الاتحاد السوفيتي الذي هزم في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي وقالت الحركة في بيان بمناسبة ذكرى 39 للغز السوفيتي لأفغانستان أن القوات الأمريكية تعرضت لإيهانة ويمكن أن تتعلم درسا كبيرا من خبرة غريمها السابق في الحرب البالدة بحسب بيان الحركة كما قال المتحدث باسم الحركة لبيح الله مجاهد مخاطبا للأمريكيين بأن يأخذوا العبرة من هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان مؤكدا بأن أي علاقة مستقبلية بين طالبان والولايات المتحدة يجب أن تكون على أساس مبادئ دبلوماسية واقتصادية سلمية عيوضا عن نزاع على حد قوله ويأتي هذا البيان كأول تعليقا بعد الأنباء عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب خمسة آلاف من الجنود الأربعة عشر ألفا المنتشرين في أفغانستان وبمجرد اقتراح الولايات المتحدة بتقلص وجوده العسكري أحدث ضجة وصدمة في العاصمة الأفغانية وحذر دبلوماسيون بأن الخطوة ربما تقوض جهود السلام وانسحب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان في العام 1989 بعد عشر سنوات من الاحتلال ما أطلق حربا أهلية دامية هيئة المجال لظهور طالبان نفسها ويخشى مراقبون أن يضعف قرار ترامب المقف التفاوضي لمبعوث السلام الأمريكي إلى البلاد زلمي خليلزاد وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبت من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبد خسائر بشرية جراء هاجمات طالبان ترجمة نانسي قنقر